عندما نسمع التصريحات وبصفة خاصة من طرف الناس الذين يمارسوا مسؤولية بلادهم قرباً للجزائر والتشاؤم حول مستقبل الجزائر لأن الاستعمار ما زال موجود المخلفات عن الاستعمار ما زالت موجودة والأفكار عن الاستعمار لكي الجزائر تبقى تحت الوصاية ما زالت موجودة عندما نسمع التصريحات من طرف بعض المسؤولين في فرنسا نحن في البداية لما قمنا بالثورة فرقنا ما بين الشعب الفرنساوي والاستعمار الفرنساوي واليوم أيضاً نفرق ما بين البقاية على الاستعمار الفرنساوي وما بين الشعب الفرنساوي والعجيب في هذا يقول باللي الشعب الجزائري ما زال ينتظر باش فرنسا ترجع المثال عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم هذه تقول لنا تنبهنا باش نجند أكثر فأكثر ونلتزم أكثر فأكثر باش نواجه هذا النوع انت على الاستعمار الجديد لا من خلال الإعلام ولا من خلال الثقافة ولا من خلال المعاملات هذه المجموعات ترجمة نانسي قنقر